السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير و بصيحة جيدة اليوم سوف نوجده حوت في الفران من السم بالزعتر بطريقة جيدة و يجي قرمش يعني أحسن ما لقليان بألف درجة نشوفوا الطريقة عندي أنواع الحوت كيف تشوفو شكيلات مختلفة و الحساب اللي موجود يعني اللي متوفر على حسب كل واحده النوعية اللي كي يبغي المهم هكا أنا أخذته يعني مخلط كننخضو هكا مول ديال الزاج غادي ندهنو بشوية ديال الزيت النباتية عندي هنا يا كمية من الفينو تقيق الفينو و غادي نضيف لي شوية ديال الملح الكمية كتبقى على حسب الكمية ديال الحوت اللي عندكم ضفت لي شوية ديال خرقوم شوية ديال البزار عندي شوية ديال الزعتر غادي نحكوها كابينيتية و غادي نخلط هاد المكونات ما بعد مكونات ساهلين بساط و لكن طريقة يعني النتيجة كتجيزوينة بزهيف صراحة و لكن كناخد هكا الحوت اللي عندي كنحاول ندوزو ف هاد الفينو والعطرية اللي درنالي و كنستفو هكا في المول طبيعط الحال الحوت بزر بكي طيب كنحاولو ننسخنو لها الفران قبل غير يسخل لنا الفران و ندخلوه بالزربة كي طيب ما كي تعطلش بزاف صراحة كي يجي ناشف يعني و كي يجي مقرمش بحل احسن من القليان ما كيكونش فيه دك الزيت بزاف يعني طريقة زوينة و ساهلة بالزربة كتوجد و كنرفقه مع اي حاجة بغيته اي حاجة ترفقه معه موسيقى 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 من اللي سألت للحوت اللي عندي كن ناخد تاني كمية ديال الزعتر كنحاول نديرها فق من الحوت على تشكل ودبا غادي ندخل له الفران وما تنسو الدعم للقناة بالاشتراك وجيم فيديو بارتاج الفيديو مع كل حبابكم وصحابكم تمنى تجربوا الوصفة ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وهذه هي النتيجة انا خرجتهم للفران شوفوا كيفاش كيجي كيجي ناشف وكيجي يعني مقرمش صراحة كيجي لديد بثاف وهذه هي وصفة اليوم تمنى تعجبكم ونتلاقا في وصفة اخرى ان شاء الله